الصورات الهدف ديالها تجاري ما يجيش شي واحد يقولي أنه الهدف ديالي ترباوي من كنسكلمه في قطعة الخاص ما يجيش شي واحد صاحب مدرسة يقولي الهدف ديالي ترباوي حيثي لكنا الهدف ترباوي ما ننقل بش على الفلوس نقل بغي على التربية هي الا شكلاً المدرسة شركة تجارية كيبحث صاحب المدرسة على الأرباح وفي المقابل أنه غير ياخده واحد الفلوس معاً الأب كيوعدوا بأنه يوفر التلميذ اللي هو الوليد ديالك الأب يوفر له واحد تعليم بواحد المعايير معينة هذا الأداء اللي كيكون هو شهري أو دوري ثلاث شهور أو ست شهور أو ديال العام كنت تفقوا على المدة اللي كنت أديه في هذا الواجب وفي المقابل قلناك يعطيه هذا التعليم كيعلمه كيقره واحد ديالما بواحد طريقة معينة إلى آخره إلا أنه في بداية السنة كان تفقوا على أنه سيكون واحد المبلغ ديال مصاريف التجيل هاد مصاريف التجيل ما كيكونش الاتفاق ديالها بريضة طرفين كيكون فقط صاحب المقاولة صاحب المدرسة وطبعا لا نقصد نشين ونسي نقصد مول المدرسة ونقول له صاحب مقاولة ما شاء على أنه إذا كانت شركة تجارية مصاريف التعليمي تربوي كيغيب مئة بلا ولكن ما كنقصدش أنني نقلل منه بل هذا قانون نتكلم شكل شركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة مجهولة الإسم هدوما الأشكال القانونية أو شركة مجهولة أو شركة تدامونية هدو الشركة تجارية وبالتالي هذا يتم صاحب مقاولة طبعاً كيغيب مصاريف المسائل التربويه والعلميه والبيضاغوجيه 30% أو 20% أو 10% أو 60% أو 70% ولكن يبقى دائماً خاصني المصاريف لكي نسير وندبر هذه المدرسة وخاص بك أرباح لكي استمرارية إذاً كيجي صاحب المقاولة أو صاحب المدرسة ويقرر بشها تكون هذه السنة المصاريف تسجيل هي كذا وكذا وكيجي الأب في الولد العام يقولوا خسكس خلصني قده وخده هذاك الأب ما عندهش الخيار يا إما يقبل كيخلص يا إما كيهزوله يمش ندرسة أخرى ما يمكنهش يتناقش معاه لأنه هذا كيصبح عقد إدعان يعني ما عندهش خيار خاصة إذا كان راضي على النتيجة إذاً يخلي وردو في ذلك المدرسة إذاً كنه هذا المصاريف التسجيل ما هو إذا كانت مصاريف تسجيل إذا كانت مصاريف تسجيل في حدود 500 درهم الواحد ما يقول شرط لي مصاريف تسجيل إذا كانت حدود 1.000 درهم يمكنني أن يقول مع احترامي الميزانيات كل المواطن كان لديه 1.000 درهم مهمة وكان لديه 10.000 درهم مهمة ولكن كل واحد علاقة جهدو ولكن مت كل المصاريف تسجيل كان عندها مبلغ مهم وأنا نقلت الولد من ذاك المدرسة من حقي نسترجع هذوك المصاريف لما كان حتى شي قانون لي كي لزم الأب باش يتنازل على ذاك المبلغ أو كيعطي الحق لصاحب المدرسة أنه يحتفظ بذاك المبلغ إلا إذا كانت هناك مصاريف مادية صرفها صاحب المدرسة في مثلاً وتأخي اللي استعملتها صور نسخ شمسية لصورتي الميلة عنده الحق يرجعوا من حقه يرجعوا اللي محده يقتطع له هو المصاريف اللي خسرات المدرسة في ذاكت جيل ديلك الطيفل أو ذاكت تلميذ أما أنا وعتيني بوحد خدمة هذيك الوعدة الوعد ما تنفتش حيث أنا صحبة الإبن ديالي ما تنسوش بإنه إلا كانت شيف عقد مكتوب وسنعلي وتقولوا بينا ستنازل كي سباح منحقه مدرسة منحقها تحتفظ بذلك المبلغ ولكن للأسف في الواقع ما كانش هذا العقد مكتوب ما كانش نعم شكراً دكتور موسيقى وقت اشتركوا في القناة